اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته واستذكر جلالته مناقب الفقيد مشيدا بجهوده الطيبة واسهامته الجليلة رحمه الله في خدمة الوطن من خلال المناصب والمسؤوليات التي تولاها في الدولة مؤكدا ان الفقيد هو احد رجالات البحرين الاوفياء الذين قدموا الكثير لنهضة وطنهم وتطوره ونمائه وقد رفع معالي الشيخ خالد بن سلمان بن خالد الخليفة ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي القائد العام لقوى الدفاع البحرين واخوة وانجال الفقيد عن جزيل شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة على تعازي وموساة جلالته لهم في وفاة فقيدهم رحمه الله وما أبده من مشاعر أبوية كريمة وإلى ولي العهد وأنجاله الكرام دعينا الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بمفور الصحة والسعادة وتمام العافية وطول العمر ويحقق للمملكة تحت قيادته الحكيمة ما تصب إليه من تقدم وعزة وازدهار اشتركوا في القناة